اشتركوا في القناة من قبل قائد الوحدة اجتمل على خطط التطوير والتحديث وبرامج الاعداد والتدريب العسكرية التي تشهدها وحدة الاتصالات الملكية وبهذه المناسبة نقل اسمو قائد الحرس الملكي لرجال الوحدة تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة القائد الاعلى حفظه الله ورعاه لما يقدمونه من تضحيات نبيلة بكل شجاعة واقدام من خلال تأدية الواجب الوطني ضمن صفوف قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية كما شكرهم سموه على ما أبدوه من مهنية واحترافية عسكرية عالية وعزيمة وتحدي ونوها سمو قائد الحرس الملكي عن الشكر والتقدير الذي يحظى به رجال قوة دفاع البحرين من لدن قيادة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة مبينا سموه أن ذلك الشكر والتقدير مصدره البدل المخلص والعطاء الصادق من قبل هؤلاء الرجال وجهودهم القتالية العالية في مواقع عملهم المختلفة بالجمهورية اليمنية وانطلاقا مما يقومون به من واجبات وطنية بكل شجاعة واقدام لنصرة الحق والدفاع عن أمن واستقرار أمتنا العربية وحفظ مقدراتها في مختلف ظروف والأوقات وذلك تنفيذا للتوجهات الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه والمتبعة الحثيثة من قبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين